مساء الخير عليكم. النهاردة هنكلمكم عن الضرب الأحمر. ما كانوا منين؟ بيبتدي من آخر شارع محمد علي عند القلعة عند الباكي القديمة. وبيمر من السوق السلاح والمحضر وباب الوزير وعلى امتداد الدراسة على يمين الجامعة الأظهر وبيمر على باب زويلة وشارع بورسعيد وحدوده عند شارع راتب وامدان الحلمية لحد شارع محمد علي في نهايته. ودي كانت حدود الضرب الأحمر أيام القاهرة الفاطمية القديمة وفيها حرات وشواهد لسه موجودة. معظمها بيرجع لأتباع وخدم الخلفاء الفاطميين وديا كانت شهدة على المؤمرات والدسائس ومطبخ لسياسات الفاطميين. الضرب الأحمر فيه عدة أسواق هنتكلم عليها بعدين الأسواق دي كانت بتباع فيها كل حاجة وفيها عدة ضروب وحواري زي ضرب سعادة والغرية والمغربلين والخيمية والتبانة. وبيسكنها دلوقتي الصناعية وأصحاب المحلات. نيجي بقى نتكلم عن الضرب الأحمر زمان. الضرب الأحمر كانت ضحية شعبية بتشتغل ليل ونهار على خدمة الخليفة الفاطمي. سكان الحي كان مزيج من الوزراء والأمرة والجواري والخدم والصناعية. وزي ما قلنا قبل كده كان مطبخ سياسي بيعمل سياسات الفاطميين. وكان في الحي ده كانت بتتدبر الدساس والمؤمرات اللي طيارت رؤوس عدد من الخلفاء الفاطميين. هنتكلم عن بعض منهم أو عن بعض منهم عن حاجة منهم. الضرب الأحمر كان شاهد على خروج وعودة الجيوش منتصرة أو منهزمة. وكان بيمر فيها مواكب الصلاطين اللي حاكموا القاهرة. وعشان هو جنب الأزهر كان طلبة الأزهر اللي ساكنين فيه بيختلطوا بالسكان وكانوا سامينهم المجورين وشاهدت ضروبه وأحياءه على قروب طلبة الأزهر ومظاهرات وصورات على مر التاريخ. نتكلم بقى عن أشهر الضروب والحواري والأسواق في المنطقة دي. نبتدي بالضروب والحراط. الضروب والحراط اللي تسمت على أسامي شخصيات كان لها قصص وشخصيات تانية كانت شاركت في مؤامرات وماتت ضحية مؤامرات. هنتكلم بقى إيه؟ نبتدي بضرب سعادة. ضرب سعادة من الحواري الأديمة اللي لسه موجودة لحد دلوقتي. مين سعادة دون؟ سعادة دون نسبة لواحد اسمه سعادة بن حيان. سعادة بن حيان دون كان المعازل دين الله الفاطمي تحديدا سنة تلتمائة وستين هجرية بعتوا للقائد جوهر السقلي عشان يعززوا في الحروب ضد القرامطة. وصل للقاهرة استقبلوا جوهر السقلي استقبال حار جدا ودخلوا القاهرة من باب الأمطرة ودع ودع حار لكن للأسف سعادة انهزم وهو راجع كان خايف من بطش الخليفة المعازل دين الله الفاطمي. بس هو مات سنة تلتمائة اتنين وستين وادفن على أطراف الضحية. نجي بقى لحارة تانية كانت شاهدت على مؤامرات حصلت لواحد من الخلفاء الفاطميين. وكان اسم صاحب الحارة دون كان مشارك في المؤامرة واحدة من مؤامراتهم وساعد الخليفة واحدة من مؤامراتهم وتأمر ضد الخليفة وتقتل. حارة اسمها حارة اليانسية. اليانسية ده؟ او عنها اسمي مين؟ اقولك انا ليه واحد ارمنلي اسمه يانس السقلي ده كان والي على برقة. ايه قصته او قصة المؤامرات اللي حصلت بيه او قصة الشخصيات المرتبطة بيه او ايه القصة المرتبطة بالمنطقة ديا. احكيلكو عليها نبتدي القصة ديا من اول ما تقتل الخليفة الفاطمي الامر بأحكام الله. فزو القاعدة سنة 524. الامر بأحكام الله المفروض اللي بعده اللي يتولى العرش ابنه. بس ابنه كان لسه جانين في بطن امه فما ينفعش. فمين بقى اللي يتولى لحد ما ابنه يتولد ويكبر ويبقى مؤهل للحكم؟ ابن عمه اسمه الحافظ لدين الله. الحافظ مش جارب على البيت الفاطمي هو ابن امير. امير ابن قاسم محمد ابن المستنصر بالله. الخليفة المستنصر بالله. والده ما تولىش الحكم بس كان بيتمتع بنفوز وسمعها عند الخلفاء الفاطميين او عند البيت الفاطمي او في البيت الفاطمي. وابنه اللي هو الحافظ ورث السوم عاديا ورث النفوس دو ورث المكان دو لدرجة ان هما كانوا بيسموه ابن عم مولانا. لان هو كان زي ما احنا قلنا ابن عم الامر بأحكام الله. لكن اول ما تم تنصيبه الجنود صاروا عليه. صاروا عليه ليه بقى؟ لان هو عين في الوزارة وزير اسمه هزار الملوك. هزار الملوك دوا دا اللي ساعده ان هو يوصل للسلطة. فطبعا ايه واحد ساعدنا ان ما وصل للسلطة هعينه وزير. ما عجبش الجنود. فراحوا صاروا عليه واقالوا فعلا هزار الملوك غزبا عن الحافظ. وعينه من مكانه واحد اسمه ابا علي كتيفان ابن الافضل ابن امير الجيوش بدر الدين الجمالي. ابا علي دا ايه ما كانش عجبه حد. واستبد بالامر وعمل حاجة غريبة جدا في اول يوم ليه. اتقامر على الخليفة الفاطمي الحافظ وكتفه وكبله بالسلاسل وسجنه. دا اول يوم ليه. دا راجل جبار جدا. بس هو بقى ايه. ابا علي دوا كان راجل زي ما بنقول كده مفتري جبار. ماهديش حصلت عليه ثورة من الجن. الثورة دي كان من بقى محركها او من المتأمر فيها يانس الارميني. يانس الارميني اتقامر على علي كتيفان ابا علي كتيفان. وكان تسبب في قتله في محرم 16 محرم 526. بعد ما قتله فرح جب مين طلع من السجن الخليفة الحافظ. ورجعه تاني عرشه. المهم. المهم سوريانس دوا استبد بالسلطة. هو كمان. ونفع شريشه. لدرجة ان هو كان بياخد قرارات بلدان ما يرجع للحافظ. فالحافظ بقى قال لك ايه لا. اعمل ايه اعمل ايه رح متأمر ضده. رح عمل ايه سلط الطبيب بتاعه ان يحط ان يحط تسم اليانس. وقتله. وقتل يانس. يسكت بقى لا. يسكت بقى الحافظ قصته تسكت لا. المرة دي بقى تعرض لمؤامرة تالتة. مؤامرة تالتة من مين؟ من ابنه المرة دي. ابنه الحسن. ليه بقى؟ لان الحافظ قال لك اعين ابني حيدرة ولي العهد. يمسك الحكم من بعدي. طبعا ابنه الحسن ما اعجبوش ان اخوه حيدرة يمسك الحكم من بعده. قال لك ما امسكش انا ليه. رح اتقامر على ابوه. بالمناسبة الحسن دول كان غني جدا وليه نفوز ولو اتباع كتير. قلقت بعد ايه دولا انفضوا من حوالين الحافظ وانضمنوا للحسن في صورته ضد ابوه وفي تقامره ضده. فرح الرجل الحافظ ده مش سهل قال لك اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. رح قال لك ابعت للحسن ده ايه رسالة سم كده فيها حتة سم كده. قال لك ايه ان احنا ايه يعني انا ابو كنت ابني ومش هندر بعد. قال له خلي بالك لان كان فيه وزراء من اللي حواليك بتقامره ضدك عشان يقتلوك. والكلام ده مش صحيح كانت حتى سم كده لان هو عارف ابنه. ابنه قهوك شوية ومندفع وما بيفكرش. فابنه طبعا ما تحققش في الموضوع فرح ابتدى يقتل كل اللي يشك فيه من اللي حواليه ووزراءه. فالناس عملوا ايه من حواليه انفضوا من حواليه وراحوا لابوه. فرح اتقامر معاهم ضد ابنه فرح مكتفين ابنه وقابدين عليه. فرح الحافظ خاد ابنه وحطه في السجن. المهم هم يسكتوا لا الكبار قال لك لا احنا ما نضمنش جايز يطلع من السجن يرجع تاني يقتلنا كلنا. قالوا له اقتل ابنه يا جماعة اقتلوا ايه الرجل الصعبان عليه اقتل ابنه. فرح قعد يستعطفهم قالوا لا اودوا لا ابدا تقتل ابنه يا جماعة لا. المهم فين 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 قال لهم طبعا انا هسيبكوا ثلاث يام تفكروا. واقعد في الثلاث يام دول يستعطفهم. المهم هددوه لو ما قاتلتوش هنفض من حواليك. فهو استجاب تهديداتهم وقتل ابنه. وقتل ابنه وكده احنا ايه خلصنا. خلصنا اتكلم عن بعض الحارات والضروب اللي ليها قصص مشهورة في الضرب الأحمر. نجي نتكلم عن الأسواق. المهم كان فيه أسواق للرأي والجواري. وفيه أسواق الكفتيين. ليه ايه الكفتيين ده بقى؟ اللي هو الكفت. الكفت دون اللي هو طلاق بيط وبين نحاس. طلاق من الذهب والفضة. وكان فيه سوق. وكان فيه سوق الفحمين. وسوق المهمازين والملجمين. ايه المهمازين دول او ايه المهماز ده؟ المهمازين دول بيصنوا حاجة اسمها المهماز. المهماز دون متركب في الحزاء من وراء. وبايه؟ على شكل عجلة مستديرة. مدببة كده. يغمز بالجواد او الحصان عشان يجري. فتسمى ايه المهماز. وسوق الجوخيين. دون كان بيبيع الجوخ. الجوخ ده كان صوف مستورد من بلاد الفرنجة. وسوق الحلويين. اللي هو السوق بتاع الحلويات. وبالمناسبة في قصة زريفة اوي. يعني بيقولك مين اللي صنع الملبس. او الملبس تصنع من الفوزدو. الملبس اللي احنا بنكله. بس كان محش فوزدو بقى. تصنع في ايام الفاطميين. اللي صنعه هو القاضي محمد ابن وهب القيرواني. وكان فيه سوق الخلعيين. الخلعيين اللي هي الملبس الخلعية القديمة. دون مكانه قدام جامع المؤيد. وبالمناسبة قبل ما نختم كده. هديكم حكاية بسيطة عن جامع المؤيد. المؤيد دون كان. المؤيد دون كان واحد ايه؟ طلع من السجن بندن. المكان اللي موجود فيه. كان دون كان مكان جامع المؤيد شيخ. اللي موجود جنبه بزويله حاليا. المكان دا كان عبارة عن شونة. لتخزين الغلال. بعد كده تحول السجن. المؤيد دا كان مسجون فيه. وكان بيتعذب. قالك انا لو طلعته من السجن دون هحوله المسجد. وفعلا وقد كان. دا بالمناسبة يعني. حكاية على جنب كده. عن جامع المؤيد. وكده تكون خلصت. وكده تكون خلصت حكايتنا. عن الدرب الأحمر. واتمعنا انها هتكون عجبتكم. ترجمة نانسي قنقر.